في تصريح حصري للإعلامي سيف زاهر عبر برنامج ملعب أون ألقى الضوء على مستقبل أكرم توفيق مع النادي الأهلي زاهر أكد أن اللاعب خارج حسابات مارسل كولر بنسبة مئة بمئة مشيراً إلى توتر العلاقة بينهما وفسر زاهر أن السبب وراء استبعاد توفيق يعود لتفضيل كولر لاعتماد محمد هاني كظهير أيمن في الوقت الحالي كما أشار إلى أن كولر منح توفيق فرصة خلال مباراة ميدياما لكنه شدد على ضرورة بذله مزيداً من الجهد نظراً لقلة الاقتناع لديه بمستوى وأوضح زاهر أن كولر كان مرحباً برحيل توفيق في المركات الشتوي الماضي ولكن إدارة الأهلي رفضت الفكرة وفي ختام تصريحاته ألمح زاهر إلى ضرورة تغيير طريقة لعب كولر مشدداً على أنها تحتاج إلى نظام جديد يأتي ذلك بعد فوز الأهلي على ميدياما في مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات لدور أبطال أفريقيا حيث سجل حسين الشحات هدف الفوز بهدف نظيف ترجمة نانسي قنقر